أزمة إنسانية حدة أم مجعة منتظرة أو كلاهما معاً هو ما ينتظر الملايين من اليمنيين وبدت مؤشراته بالتسارع 12 مليون يمني يزداد وضعهم تفاقماً في ظل استمرار الحرب الدائرة في البلاد بعد نحو عامين من تسبب الميليشيا في الحرب وإسقاط الدولة وتقويض المؤسسات الأمن الغذائي والصحي على رأس هذه الأخطار التي تتهدد حياة الملايين في ظل توقف الكثير من الخدمات كالموانئ والطرقات والجسور والمصانع وأيضاً الأسواق التي دمرت بسبب الاشتباكات أو تعرضت للقصف نذير جديد هذه المرة على لسان منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جيمي مكغولدريك الذي طالب بما يزد عن 2 مليار دولار لتوفير الغذاء ومساعدات ضرورية أخرى يحتاجها اليمن والسبب هنا أنه يواجه خطر المجاعة وجهت الأمم المتحدة على لسان منسق الشؤون الإنسانية وثيقة مناشدة عن الوضع في اليمن والذي وصفته بالكارثي وفي ظل ما تشهده اليمن من حالة حرب تبدي العديد من المنظمات الدولية مخاوفها لكنها لا تقول كيف سيكون الخروج من هذه الحالة الراهنة إذ تكتفي في أفضل الأحوال بالرصد وإصدار الأرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف ذكرت في وقت سابق أن ما يقدر بنحو ستين ألف طفل يمني لقوا حتفهم العام الماضي لأسباب كان من الممكن منعها وتتعلق في كثير من الأحيان بسوء التغذية بينما حضر يان إنغيلاند الأمين العام للمجلس النرويجي لللاجئين من خطر موت اليمنيين جوعا الأكيد إذن أن هذه الأوضاع تبقى على حالها وتشهد تفاقما يوما بعد آخر ولكن تبقى هذه مجرد أرقام والمعاناة الحقيقية لا يمكن أن تكشف عنها إلا قصص هؤلاء ومعاناتهم فهي لا شك أصعب بكثير من أن تتحول إلى أرقام وإحصائيات عابرة موسيقى